السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده أحبتي إخوة الكرام حسن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فأشار إلى القبر وقال ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى هذا من بقية دنياكم ركعتين ينقذوه لذلك اسمحوا لي أن أسرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق بالعذاب والنعم في القبر الحديث عند البخاري من حديث سمر بن جندب رضي الله عنه وقد رأى البخاري في كتاب التعبير أن النبي كان يقول للصحابة عند الفجر هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا فإذا رأى صحبي شيئا أخبر به الرسول فيؤول النبي ذلك له قال وإنه قال لنا ذات غدا رأيت الليلة أتيان أتياني وقال لي انطلق فانطلقت معهما حتى أتينا على رجل المتجع لقفاه وآخر قائم عليه بفهر أو صخرة يسقط الصخرة على رأسه فيشدخه ثم يتدحرج الحجر فيتبع الحجر فيأخذه ثم يعود فيفعل به ذلك وقد عاد رأسه كما كان فقال لنبيه سبحان الله ما هذان قال انطلق انطلق قال فأتينا على رجل المتجع لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب يشرشر يعني يشق شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإذا انتهى من هذا الموضع فعل به ذلك في الموضع الآخر ففزع النبي وقال سبحان الله ما هذان قال انطلق انطلق فأتينا على نهر مأو أحمر مثل الدم وإذا رجل يسبح وعلى شاطئ النهر رجل عنده حجارة كلما أراد هذا السابح أن يخرج ألقمه حجر فيعود مرة أخرى في السباحة قال انطلق انطلق بعد أن سأل النبي عليه الصلاة السامة ما هذان فإذا مثل بناء التنور حجز الفرن أعلاه ضيق أسفل واسع قال فإذا لغط أصوات علية قال فاطرعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فإذا على اللهب ضوضو قلت سبحان الله ما هؤلاء قال انطلق انطلق فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع فإذا في وسط الروضة رجل طويل أكاد أرى رأسه في السماء طولا وحوله أطفال كثه قلت من هذا ومن هؤلاء انطلق قال فأتينا على رجل كريه المرآة عنده نار يحش ويسع حولها قلت ما هذا قال انطلق فأتينا على دوحة عظيمة اصعد فصعدت حتى إذا كنت في أعلى فإذا مدينة مبنية لبنة ذهب ولبن فضة وتلقان رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أن ترى والشطر الآخر كأقبح ما أن ترى فقال قعوا في هذا النهر فإذا نهر معطرد كأنم أهو المحض في البيض فجأوا وقد راجع ذلك السوء عنهم ثم صعدنا فدخلنا تلك المدينة فإذا قصر أبيض مثل الربابة قال هذاك منزلك هذاك منزلك وهذه جنة عدم وأنا جبريل هذا ميكايل ماذا رأيت يا رسول الله المشهد الأول الذي يضرب على رسيه هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة سمع الأذان وينام يفعل به ذلك في قبره يأخذ القرآن ويحفظه ثم ينساه ويعرض عنه يفعل به ذلك في قبره والثاني رجل كذاب شديد الكذب كثير الكذب يجلس في مكان أو على شاشة أو على موقع على النت ونحو ذلك ويكذب الكذبة يلوث الأعراض ويؤذي أهل البراءة وأهل النزاهة يذين بلسانة هذا الكذب هذا الكذاب يفعل به ذلك في قبره والآخر الثالث آكل الرباء الذي يسبح في نهر الدم أما هؤلاء الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني يفعل بهم ذلك في قبورهم أما الرجل الطويل هذا إبراهيم عليه السلام والأطفال حوله كل طفل مات قبل البلوغ أما الكريه المرآة فمالك خازن النار أما القوم الذين شطر من وجيم كأحسن ما أن ترى والآخر كأقبح ما أن ترى فأولاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا تجاوز الله عنهم هذا الذي ذكرته يتحدث عن البرزخ هناك نعيم هناك عذاب فأنت في قبرك ممتحا وأنت في قبرك تجد شيئا من هذا فأحسن عملك لعلك تكافأ في قبرك السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة